موسيقى 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 الإصدار الأحدث لهاتف جالاكسي S6 الذي كشفت عنه شركة سامسونج يشعل من جديد فتيل التنافس بينها وبين نظيراتها من شركات الهاتف الذكي الإصدار تم عرضه على همش معرض MWC التقني في مدينة بارشلونة الإسبانية وتضمن تحسينا في الذاكرة والكاميرا والبطارية المنافس التقليدي لسامسونج شركة أيبل كانت طرحت آخر إصدار لها آيفون 6 وآيفون 6 بلاس في النصف الأخير من العام الماضي وتستعد لإصدار جديد رغم ما أثير حوله من شكوك الآن وبعد أن صار الهاتف الذكي جزءا من حياة معظم البشر بفعل زيادة الطلب والمزايا المتعددة التي يتيحها تتجه الأنظار كل يوم صوب الأسواق التي باتت تشهد تنافسا محموما بين الشركات المنتجة له فلا تخرج هذه المؤسسات من منافسة تجارية إلا ودخلت أخرى مع إصدار كل فئة جديدة الترويج والدعايتهم والفيصل فالمستهلك أصبح رهين التطور التكنولوجي في مسيرة لا تتوقف للبحث عن الجديد والمتميز فعامل الإقناع والتأثير لدى المسوقين يلعبان الدور الأكبر في تمرير العرض وجعله مساويا للطلب وإن كان الأخير أقل المجتمعات العربية الهدف الأسهل لكبريات الشركات المصنعة للهاتف الذكي نظرا لارتفاع منسوب الفضول وضعف الحصانة الاقتصادية والثقافية مع تفشي التفاخر والتباهي بآخر صيحات الموضة وما جادت به يد الصانع الأوروبي والأسيوي والأمريكي في ظل قفزة نوعية سجلتها مبيعات الهاتف الذكي حيث سجلت العام الماضي زيادة بنسبة 23% مقارنة بسابقه وهي أعلى زيادة في نسبة مبيعات الهاتف الذكي في عام واحد حيث تم بيع أكثر من مليار هاتف ذكي الطلب يتزايد مع فتح باب الشبكات التواصل الاجتماعي على مصرعه فالمواقع والتطبيقات تتطور وتتواغل في ظل تنمي الهجرات بين الدول وربط الصلاة والصداقات العابرة للحدود وفي ظل هذه الوضعية المحتدمة يأخذ التنافس بين الشركات الكبرى للهاتف الذكي أنواعا وأشكالا مختلفة تصل أحيانا حد الجنون والغرابة وتتحدى عوامل الطبيعة لإثبات الأفضلية والتقرب من زبون بات شغله الشاغل إدراك ما لا يتم إدراكه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر